قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن ثم أورد رحمه الله وبه ختم هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهيدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا والله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي هذه الآن كما تهليله نعم أربع تهليلات وفي بعض روايات الحديث الثابتة خمس تهليلات جعل قوله لا إله إلا الله وحده في تهليل ولا إله إلا الله لا شريك لهذه في تهليل فجاء في بعض الروايات في خمس تهليلات وفي هذه الرواية التي عند الترمذي أربع تهليلات وهذا الذكر الذي في هذا الحديث يسميها بعض أهل العلم دعاء المحتضر دعاء المحتضر أي الذي حضرها الموت حضرها الأجل وقول المرى لهذا التهليل وهذا الذكر عند حضور الأجل من أعظم علامات حسن الختام لأن الثمرة التي تترتب عليه عظيمة للغاية الثمرة التي تترتب عليه عظيمة للغاية قال لم تطعمه النار يعني لا تمسه النار لا تمسه النار بمعنى أنه يكون دخوله للجنة دخولاً أولياً بدون أن يعذب دخولاً أولياً مع الأبرار بدون أن يعذب هذا يختلف في دلالة عن حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا أعظم منه لأن دخل الجنة قد يصيبه قد يصيبه يعني شيء من التطهير ثم يكون مآله للجنة أما هنا لا تطعمه النار لا تمسه النار فيكون دخوله للجنة دخولاً أولياً بدون حساب مع الأبرار وفي هذا الذكر في كل مرة يصدق الرب العبد ومن أسماء الرب سبحانه المؤمن ومن معانيه الذي يصدق عبده فهذه منزلة للعبد رفيعة أن يقول الله صدق عبدي وأن يصدقه ربه سبحانه وتعالى أن يصدقه ربه ولهذا من فوائد الذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده هذا تشريف للعبد سبب لتصديق الرب عبده فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه ربه اسمع كلام القيم ومن صدقه ربه لم يحشر مع الكذابين ومن صدقه ربه لم يحشر مع الكذابين ورجي له أن يحشر مع الصادقين ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث العظيم وقال رحمه الله تعالى ومن محبته سبحانه وتعالى الثنى عليه صدق المثني عليه صدق المثني عليه بأوصاف كماله يعني أن هذا الحديث يفيد محبة الله لذلك ولهذا كل ما قالها العبد صدقه الرب سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا والله أكبر وابن حبان رحمه الله لما أورد هذا الحديث في صحيحة بواب له بقوله ذكر الكلمات التي إذا قالها المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها صدقه ربه جل وعلا عليها فهذا شرف للعبد عندما يقول هذه الكلمات العظيمة وقوله في هذا الحديث من رزقهن عند موته من رزقهن عند موته لما تمسهن نار قال السندي رحمه الله في حاشية على سنن ابن ماجة أي من أعطاه الله تعالى هذه الكلمات عند الموت وفقه لها لم تمسهن نار بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار اللهم اجعلنا ممن رزقته إياهن وقال الشوكاني رحمه الله في تحفة الداكرين ووجهه أن هذه الكلمات قد اجتملت على التوحيد خمس مرات خمس مرات أشرت لكم أن في بعض الروايات ثلاثة خمس مرات تكرت هذه التعليلة خمس مرات ولو بحثتم عنها نقرأها في الرواية التي فيها خمس قال ووجهه هذا أن هذه الكلمات قد اجتملت على التوحيد خمس مرات وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وسيأتي أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ووردت بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما وقال المبارك فوري رحمه الله وفي الحديث دلالة أو دليل على أن هذه الكلمات المذكورة في الحديث إذا قالها العبد في مرضه ومات في ذلك المرض على تلك الكلمات أي كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارا لم تمسهن ولم يضره ما تقدم من المعاصي وأنها تكفر جميع الذنوب وهذا كله يؤكد على أهمية العناية بهذه الكلمات وتعويض النفس عليها إلى أن تكون عادة له مما يرجى أن يختم له بها مما يرجى أن يختم له بها ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح لهذا الحديث من رياض الصالحين قال فينبغي للإنسان أن يحافظ أن يحفظ هذا الدكر أن يحفظ هذا الدكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير إن شاء الله حتى يختم له بالخير إن شاء الله ومن أكثر من عرفت له عناية عظيمة بهذا الذكر ووصية به وحتف مستمر لكل من يلقاه عليه ومداوم عليه الشيخ أحمد أبو عبيدة المحرزي المراكشي رحمه الله تعالى توفي من قرابة سنة كان كثير الوصية كان كثير الوصية بهذا الدكر ويسميه ورد الاحتضار وكان يقول دائما في بيت أنشأه يقول لا تغفل عن ورد الاحتضار واجعله دائما في الاعتبار جعله دائما في الاعتبار ويقول رحمه الله في بيان الفرق بين هذا الورد وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل جنة يقول يمكن أن تكون الجنة بعد سابقة عذاب وهذا ليس هناك سابقة عذاب لأن فيه لم تمسه النار ويقول رحمه الله هذه الخمس عند الموت أعظم رزق وأجر رزق أعظم رزق وأجر رزق أن يوفق العبد أن يقولها عند الموت وقد أكرمه الله بأن كانت آخر كلامه من الدنيا كان فيه المستشفى وفيما يذكرون أن الممرضة التي كانت عنده كانت تسمع يردد هذه حتى فاضت روحه ويردد هذا لكن الأعجب أنه لقن هذا الذكر مريضا معه في الغرفة نفسها لقنه هذا الذكر وحفظه إياه فمات رحمه الله وهو يردد هذا الذكر ومات ذاك المريض وهو يردده وكما أخبرت بذلك الممرضة المشرفة على حالتهما في غرفة واحدة فأكرمه الله بأن كانت آخر كلامه من الدنيا بل ولقنها محتضرا إلى جواره فختم له بها فاتفق له رحمه الله أن كان محتضرا يلقن محتضرا غفر الله لهما ولجميع موتى المسلمين الحاصل أن هذا ذكر عظيم مبارك ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يكثر من تكراره وأن يجعله هدفا ومطمعا يرجو الله أن يمكنه من الاتيان به عند احتضاره لينال حسن لينال من حسن الخاتمة ما يدخل به الجنة دخولا أوليا مع الأبرار دون أن تمسه النار نسأل الله لنا أجمعين من فضله موسيقى